ويمكن كنت من سعداء الحظ اللي لحقوا يشتغلوا فترة للأسف كانت قصيرة مع كابتن صالح سنة ونص شوف أنا دي عايز أقف معها بالتحديد معك لأنه ممكن يا جماعة يكون الأستاذ مريم الكفراوي الوحيد في المجموعة اللي موجودة اللي حظي بسقة آخر أربع رؤساء للنادي اللي على التوالي يعني بدأ مع الكابتن صالح تحت السن كمل مع الكابتن حسن حمدي الدورة لغاية 2004 عاد لعضوية مجلس الإدارة مع المهندس محمود طاهر الاستقال في وقت الاستقالات رجع دخل مع الكابتن محمود الخطيب من البداية فالوحيد اللي عمل مع أربع رؤساء للنادي اللي آلي هما آخر أربع رؤساء على التوالي تقريبا الأستاذ العمري دخل معك تحت السن لكنه ما اشتغلش مع المهندس محمود طاهر لا ما كانش موجود فهو ثلاثة وانت أربعة أقول دكتور هشام العمري اللي كان معنا بالضبط فانت اشتغلت أو زملت الأربع رؤساء داخل مجلس الإدارة هنوقف مع كابتن صالح حكي لي بقى بداية الفكرة معاه والعلاقة به وتجربة تحت السن كانت عاملة إيه؟ هو كان فيه تجربة قبل كده مع كابتن صالح وحركة عارف يعني إيه كابتن صالح والناس كانت بتخاف من كابتن صالح جدا كان فيه عندنا حصل مشكلة بشكل ما في السباحة بدون دخول في التفاصيل والناس كلها قالت لي فيه إيه؟ مجلس الإدارة مقلوب كابتن صالح بيقول مين الإدارة المسؤول عن الموضوع ده والكلام ده كله المهم قلتهم طب أنا عايزة قابله قالوا لي قابل صالح سليم فقلت لهم أيوة أنا عايزة قابله واشرح لوجهة نظري وعبر عن إيه الغلطة اللي حصلت فالمهم محدش يعني ردي يتصدى ففضلت واقف قدام عند باب النادي مستنيه حاجة بتاعت نص ساعة أو ساعة تقريبا لحد كابتن صالح مكان خارج روحت وقابلته بساعة الخيرة كابتن صالح إزاي حضرتك قال لي أهلا وساعة إزايك وعلى عكس ما الناس كانت تذكروا إن كابتن صالح شديد البساطة والتواضع والتواضع جدا وأي حد بيكلمه أو عايز يتكلم معاه كان بيكلم معاه فعرفت بنفسي أنا فلان فلاني مدير إداري فرق السباحة أو الكلام ده كله وعرفت إن حضرتك متداق من الموقف الفلاني اللي حصل قال لي أيوة بالضبط أنا متداق منه جدا ما كانش صح إنه يحصل طب أنا حصل واحد اثنين ثلاثة وأنا وجهة نظري كذا والراجل اللي حضرك محترض عليه ده كان راجل مهندس وكذا وكذا والسي في بتاعته اللي قدامي كويسة جدا بحيث إن أنا كان خدته استعنت بيه كون إنه هو طلع وحش ده مش زنبي قال لي لأ زنبك قالوا يعني إيه زنبك طب ليه قال لي عشان يا فاندي حضرك ما بتدرش الحتة اللي تحت بس اللي عندك أنت بتدير حواليها جوه وبرا فكان درس إداري مهم جدا إن أنت وانت بتدير أي منظومة تبقى شايف المنظومة دي جوها إيه وحواليها إيه بالضبط فده كان أول تعارف أول لقاء مع كابتن صالح بعد كده دخلنا وقعتنا جوه ساعة سنة ونص قعتنا مع كابتن صالح كرئيس نادي كان ساعتها كابتن حسن حمدي نائب الرئيس والمهندس مرايين معلم أمين سندو وكان مجلس من أفضل مجلس اللي مرت على تاريخ ملادي الأهلي سنة ونص الواحد تعلم فيهم كان كابتن خطيب عضو مجلس عضو مجلس إدارة بالضبط تعلمت فيهم لأن كنت بتشتغل مع قمات كبيرة وأسماء كبيرة بالضبط العامري إحنا كنا زملاء وكان لنا شرف إن إحنا من الأسباب الرئيسية لتغيير وجهة نظر كابتن صالح نفسه كابتن حسن في فكرة تحت السن بدليل كادرين كبار شوفوا وصلوا الفين دلوقتي الحمد لله الحمد لله ف يعني اشتغلنا وأعتقد أن إحنا قابلينا بلاء حسن بعد كده لم أوفق لفترة وبعدت عن أن أنا أبدا داخل منظومة الإدارة في النادي الأهلي لمدة عشر سنين إنما كنت متواجد طبعا أنت بتفضل يعني مدام طلعت من حت على الأقل هتفضل في كدر الجمهور ومحبي النادي الأهلي وعضو النادي الأهلي فبتفضل دايما جوى النادي الأهلي